كيف يمكن شيخنا لهذه الاستقامة كما جاء في الحديث النبوي الشريف استقيموا ولن تحصوا كيف يمكن أن تكون هذه الاستقامة مدعاة لجلب الرزق والفرج لا قبل الإنسان متى يستقيم دعك من هذا السؤال متى يقف على الإشارة الحمراء في السيارة أبسط قضية راكب سيارتك ماشي بالطريق إشارة حمراء لما تقف لأنك موقن أن واضع قانون السير من خلال هذا الشرطي أو هذه الآلة التصوير الكاميرا علمه يطولك وقدرته تطولك وبإمكان واضع القانون أن يمنعك من أن تقود المركب سنة تمام لأنك موقن أن واضع القانون علمه يطولك وقدرته تطولك إذن لا يمكن أن تعصيه وهو شرطي فإذا قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا نقطين أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه يعني الله اكتفى من كل أسمائه القدير والعالم يعلم ويعاقب سبحان الله إذن حينما يغلب على إيمان المرء أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا يمكن أن يعصيه رغم أن هذه حقيقة ثابتة لكن لا يؤمن كل الناس بها دكتور لماذا؟ أنهم غلبتهم شهوتهم الإيمان شيء عقلي شيء إديولوجي تصوري الإيمان يحتاج إلى جهد لأنه من الغيب طبعا يعني أنت ممكن أن تضع إلى جهب اسمك دال نعم دال فقط يعني يا دكتور نعم كم سنة دارس؟ 23 سنة دراسة مشان دال من أجل أن تكون مؤمن تسعد في الدنيا والآخرة ما لك مستعد تطلب العلم؟ تبحث عن كتاب تفسير تبحث عن درس دين تحضر مجلس علم بجامع تسأل الطالع تقرأ هذه المشكلة جميل إذن وجود الله سبحانه وتعالى وإحاطته للبشر علما هي قضية ثابتة لكن ليبدو لأنها غيبية يعني لا يوجد لها علامات أو دلالات صريحة مباشرة فأنت لا ترى الله في هذه الدنيا فيبدو بعض الناس انغلبته شهوته أعمت عقله عن التفكير بهذه الغيبيات أليس كذلك دكتور؟ لكن هو يعني الإنسان إذا وضع بطعام نفيس مادة سيئة وإنت شفتها ما بتأكلها ما مكان طعام نفيس وموري موضوع أنه أن تدرك الإدراك من صفات الإنسان نعم الإدراك أرقى شيء بالإنسان الله أعطى الإنسان قوة بدنية أعطاه جسم وعطاه نفس بس أعطاه قوة إدراكية طيب لماذا يغيب إذن الإدراك أحيانا عننا دكتور؟ شهوته تغليبه سلامته الدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم قال علماء التفسير الحقنا بهم أعمال ذريتهم الله يفتح لك ما في عمل أكبر ولا أربح من أن تربي أولادك الحقنا بهم ذريتهم قال العلماء الحقنا بهم أعمال ذريتهم صدقة جارية الله يفتح لك يا دكتور طيب شيخنا هذه الاستقامة ومعرفة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره فعلا ونهيا عما حرم كيف يمكن أن تكون مجلبة للرزق؟ يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني للتقريب واحد حبي تمشى على البحر مساء العصريات حملناه عشر كيلو ليه شون هدو شو سايب فيه ما الوظيفة؟ يعني أنت الظن أنه ممكن الله عز وجل يسوق لعبد مصيبة بلا سبب لا يمكن ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة لكن لله حكمة دكتور أحيانا الإنسان يعني لا يفعل ذنبا والله يبثل في عنا جواب إله أنت شفت أب والأب محترم جدا أولا مليء ماديا وعاقل جدا وعنده علم عالي جدا وضرب أبنه بالطريقة تتهم الأب أنه غليط؟ ستقول هناك سبب أنا لا أعلمه فأنا إما أن أعرف السبب أو أن أدعى السبب إلى الله عز وجل وكل إنسان يصدق الله عز وجل ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خد شعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر مرة ثانية ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خد شعود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر سارق بعث سيدنا عمر قال أقيم عليه الحد قال والله إن الله قدر علي ذلك فقال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومر لأنه افترى على الله قال ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاخترار الله يفتح لكم يا دكتور طيب هذه الاستقامة دكتور وحينما يصبح الإنسان متصلا بالله عز وجل هل تفتح له أبواب الرزق؟ إذا كانت تضييق الرزق بسبب انحراف فإذا استقام المعنى المقابل الحتمي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتناهم فيه ما معنى هذه الآية يا دكتور؟ لو أنهم استقاموا لجاءهم الخير من فوقهم ومن تحت الأرجل ولنفتناهم فيه ما المقصود بها؟ الابتتان هنا ليس معناه سلبيا نعم معناه امتحان فقط نحن باللغة العامية فلان فتن يعني عصى صحيح وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فتنت فنجحت الفتنة بالمعنى الدقيق لا تعني سلبا تعني إجابا أو سلبا واحد إنسان يعني امتحن بالمال لكن ما أكل مال حرام ما غش ما كذب الله يفتح عليكم يا دكتور الله يفتح عليكم يا دكتور نسأذن فضلتكم شيخنا الكريم مستمعين الأكارم أن نقف إلى فاصل قصير ونعود معا بعد ذلك لنواصل حلقتنا وحديثنا عن الاستقامة مفتاح للرزق من جديد وعلى الهواء مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبيسي حديثنا لهذا اليوم الاستقامة مفتاح الفرج تتابعون هذا البرنامج بحول الله تعالى كل يوم خميس بعد موجز أنباء الساعة الثالثة ويعاد لذات ليلة في الحادية عشر مساء والجمعة في الخامسة مساء وعبر قناة حياة أفهم على اليوتيوب وصفحتنا صفحة حياة أفهم على الفيسبوك شيخنا الكريم قبل الفاصل وضحتم فضيلتكم بأن الاستقامة تعني انتهاج الإنسان لأمر الله سبحانه وتعالى في نهيه عن المحرمات وأدائه للفرائد والطاعات وهذا علم يحتاج يقينا لدى الإنسان في أن يكون لديه إدراك بالغيبيات بأنه مع الله سبحانه وتعالى وكما أن الله يعاقب العصين فالذي يستقيم واحدة من مكافآته أن الله يفرج عليه في الدنيا وفي الآخرة الآن السؤال دكتور سيأتي البعض وذكرتم الآية الكريمة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق سيذكر لك أمثلة لأناس صالحين وجزء منها من سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إمام الصالحين وكانت الأوضاع المالية في فترات معينة من الحياة صعبة وفيها من الفقر ما فيها فكيف يمكن أن نربط هذا بما قلناه بالحلقة الحقيقة أن الله عز وجل هو الخبير العليم نعم خبير عليم نعم يعلم دقائق تفاصيل بنيت عباده نعم فالذي يصلحه الغنى يغنيه إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه سبحانه وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى إلا الفقر فإن أغنيته أفسدت عليه دينه هذا شغل خبير باصر علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني إذا كان رأيت ابن يعاقب ابنه بالطريق وهو من كبار الشخصيات وعنده علم كبير وغني تقول لعل في شيء ما بعرفه أنا لازم تسلم لو كل شيء واضح وضوح الشمس العبادة ما عدى قيمة الله وكيله لو كان كله واضح لو فرضنا أننا لواحد ادفع مئة يخد ألف ستلاقي طابور مئة كيلو بطر طوله لكن ممكن تقطيعه لفترة طويلة ما تلاقي شيء هنا أثبتنا الاختيار لو كان العقاب يأتي عقب الذنب والسواب عقب العمل الصالح التغى الاختيار الله بده إنسان يحبه ألوه بده إنسان صادق مخلص ونعم الله لذلك تستقيم في متاعب الحياة تستقيم وما تغير شيء بدخلك تستقيم أنت إما أن تعبد الله وإما أن تعبد المال فإذا عبدت الله لا تهتم بالنتائج إذن تشعر بالطمأنينة والرضا سواء كان المال وفيرا أو قليلا هذا شأن الله عز وجل إنسان عصى الله أدما كان قوي وزكي وغني وصيارتين ثلاثة وبيتين ثلاثة وشي على البحر وشي بالجبال وولائم وسهرات ولقاءات عنده قلق عام في قلق يعني في مكان بالإنسان بكيانه هذا للإيمان هذا الكيان القليل ما لم يغطى بمعرفة الله في قلق دائم وقلق متنام مع العمر لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم الله يفتح لكم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم الله يفتح لكم فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل الله يفتح لكم يا دكتور بداية لنوه المستمعين الأكارم الرغمين بالمشاركة الهاتفية معنا على أرقام الإذاعة بيرجا أن تقتصر المشاركات على موضوع الحلقة بعيدا عن الفتوى شيخنا الكريم نعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحفظوا على الوضوء إلا مؤمن كيف يمكن لمن يستقيم أن يغدق عليه لدرجة لن تحصوا كما ورد في الحديث النبوي الشريف لن تحصوا الخيرات نعم أحيانا يحذف المفعول به فإذا حذف أطلق الفعل نعم مثلا إذا قلت أنت لا تصلح الحياة إلا بالمال أو لا تصلح إلا بالمنصب أو إلا بالصحة مثلا فأنت حددت أما الحياة لا تصلحه إلا بالدين من الدين أن لك استقيم وعمل عمل صالح وفكر بآخرتك وربي ولادك وخديم الناس لك نعم فأيام القطع يعطي معنى الشمول نعم إذا المقصود هنا لن تحصل خيرات خيرات لا بعضهم فهمة وفهما خاطئا لن تحصل استقامة أي لن تتمكنوا من كامل الاستقامة مستحيل أن تكلف بشيء لا تستطيعوا شو دليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن بعضهم فإذا توهم الإنسان دقيق كلامي دقيق إذا توهم الإنسان أن هذا الذي أمر به لا يستطيعه الواقع النفسي لهذا الإنسان هو الشيء الذي لا يريد أن يفعله نعم فإذا ما أراد فعله بتحجلهم فوق طاقة العملية لكن بعض أهل الحديث قالوا دكتور في معنى ولن تحصوا أي لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة أنا أرجح المعنى الأول المعنى الأول أنك إن استقمت لن تحصل الخيرات إذا الله أمرك بشيء لا تستطيعه بيكون ماله عليم نعم حاشا وكله شو دليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم نعم طيب شيخنا الكريم هل هذا قانون من قوانين الله في الكون استقيم ولا تحصوا بمعنى أن أي إنسان مهما كانت أوضاعه إن استقام على شرع الله فلن يحصي الخيرات وسيفتح عليه خير الدنيا بمصارعه كاملة لكن أنت لا تقول خير الدنيا بس مال فقط إيام سعادة طمأنينة بفوت إيام لبيت ستين متر بس في موضة بين الزوجين وأولادك بيحبوا بعلاقة راقية جدا نعم ممكن السعادة مال جميل إذا هذا قانون أنك إن استقمت لن تحصي الخيرات لكن ما هو مفهوم الخيرات لا يقتصر على المال المادي فقد يكون استقرار أسري هدوء طمأنينة أنس بالله جميل جميل وأنا يتضح المعنى هكذا بهذه الطريقة بشكل كامل جميل وهذا ما تفسر أيضا شيخنا لما ذكرت أنه ممكن يكون إنسان مؤمن وأموره المالية فقيرة لكن قد يشعر بغنى بالنفس وقد يكون إنسان كافر وملحد والمال بين يديه يجري ليس الغنى عن كثرة العرض مصاري ولكن الغنى غنى النفس جميل جميل هذا يوضح هذا الموضوع تمام الله يفتح لكم يا دكتور لهذا التأصيل ننوه مرة أخرى إلى مستمعين الرغمين بالمشاركة مباشرة مرحبا باتصالاتكم على 06516 420 06516 5020 شيخنا الكريم قد يكون الظاهر اليوم أن جزءا كثيرا من المتدينين أوضاعهم المالية أو ما يرى منها هي بالحد الأدنى وأن غير الملتزمين وبعض الذين ينتهجون منهجا حراما بالفن أو بالكفر أوضاعهم ممتازة فصار فيه ارتباط ذهني عند بعض الناس أن المسلم دائما أموره سيئة وأوضاعه منهزمة هل هكذا يفترض أن يكون حاله المستقيمين في الدنيا؟ الحقيقة أن هذا الدين عظيم لن تقطف ثماره إلا إذا حققت كل أبعاده يعني هو مدام عرف الله واستقام على أمره وأحسن إلى خلقه بدأ يجيب جواب الإله بقى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنا لإجتهاد أن يستوي المستقيم مع المنحرف أن افتراضا والصالح مع الطالح والكريم مع البخيل والمنضبط مع المتفلت ما المقصود هل يستوي دكتور عفوا هنا؟ يتساويان يعني يعني لا يتساويان مكانة عند الله مطلقة نعم أن يستوي المحسن مع المسيء والصالح مع الطالح والمستقيم مع المنحرف والكريم مع البخيل والتقي مع المتفلت أن يستويان هذان النموذجان هذا لا يتناقض مع عدل الله نعم ولكن يتناقض مع وجوده والعياذ بالله أبلغ لي الثاني يتناقض مع وجوده فإذن لا يستوي أبدا المحسن والمسيء أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم في الدنيا سبحان الله ومماتهم ساء ما يحكمون الآن أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إذن يمكن أن يمتع في الدنيا ولا يرضى الله عنه فيوم القيامة يحاسب عليها وهذه الآيات تشير بشكل مباشر لهذه المعاني والآية تقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا سبحان الله أما القيامة مسألة الأخرى الله يفتح لكم منذر تفضل معنا باتصال هاتفي أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله أنا يحكم عن فلس الدكتور بارك الله فيكم الله يكرمك ويرضى عنك إن شاء الله دكتور سؤالي هو هل الاستقامة أثر في باب الرزق يعني إنسان على سبيل المثال كان على حال مثلا معاصي وكذا وإلى آخره من الأحوال المرسيها في حياة نهاية الدنيا من تقلب النفس من تقلب القلوب فاستقام على أمر الله عز وجل والله عز وجل بارك له في رزقه وعطاه سبحان الله سعادة لا يعني ما بها إلا الله عز وجل وعطاه زوجه صالحة هل الاستقامة أثر على الإنسان أنه تبدل حياته مثلا لأنه قبيل شهر خلال أقل من دقيقة ابتريت في أمر فسبحان الله زدت من الطاعة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل فالله عز وجل فتح عليه باب سبحان الله من خلال الدعوة إلى الله عز وجل بالله تعليق من فضيلتك بارك الله فيك والله الذي لا إله إلا هو لا يمكن أن تتعرف إلى الله المعرف المقبولة وأن تستقيم على أمره وأن تحسن إلى خلقه ولا تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني هذه حقيقة دامغة ساطعة واقعة أنت تصلت بالله أصل الجمال والكمال والنوال تصلت بالله الفعال الله فعال في أشخاص قوالون بس مو فعالين اتصلت بخالق الأكوان اتصلت بالجميل بالجليل بالقوي بالعدل بالمريد وتقول أنا عندي مشكلة إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني النبي ما كان بغير سور وغير حراء ما كان ملاحق ما ألأذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه ابط بلال واذا شو بتقول بالصلاة وعلى أسعدنا محمد صلى الله عليه كان سعيد جدا سعيد بلقاء الله سعيد باتصاله مع أصل الجمال والكمال والنواب هذا الخير وهذه الثمرات لا يشرط أن تكون مادية لا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا يا الله نسأل الله أن يرزقنا وصلا به سبحانه وتعالى حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم على الهواء مع فضيلة العلامة الأسادة الدكتور محمد راتب النابلسي وحديثنا تحت عنوان الاستقامة مفتاح الرزق شيخنا الكريم كيف يمكن للإنسان أن يكون مستقيما أولا لابد من علم لما أنت بتعرف مثلا أنت رأى مثلا ماشي بالطريق إيه تلوحة ممنوع التجاوز حق الألغام بتكمل ما تمشي والطريق مو سكر نعم بس لوحة مكتوب هذا الطريق بعد هذه اللوحة في حق الألغام فالعلم أصل النقطة الثانية المشجعة بدك حاضنة إيمانية بدك صحبة مؤمنين يعاونوك على دينك بدك سهرة مع مؤمنين بدك سفرة مع مؤمنين شو دليلة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني وجدناه غافلا واتبع هواه وكان أمره فروطة بدك علم وبدك إرادة إذا قال لي واحد أنا ما عندي إرادة ما لك شغل عندي إطلاقة نعم واحد معه مرض عضال قال له الطبيب في دواء شافي مئة بالمئة ما لناوي يأخذه الصفل لا حاجة للعلاج جميل جميل الله يفتحك بس إلي ما عندي إرادة نعم ما لك شغل عندي إطلاق نعم طيب شيخ الكريم إذن نلم بالأفكار التي تفضلتم بذكرها في هذه الحلقة الاستقامة هي أن تسير على شرع الله ممتثلا لأوامره منتهيا عن المحرمات الاستقامة تحتاج إنسان يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وهذا إيمانه وهذا اليقين الغيبي فإذا آمن بوجود الله خاف منه وأحبه فاستقام على شرعه من يستقيم لا بد لله أن يفتح عليه لكن فتوحات الله وكرم الله لا يشرط أن يكون ماديا وماليا فالسعادة والذرية طيبة وهداة البال والأسرة المستقرة جزء ومكان اجتماعي وهذا ما الذي يبرر أن حال بعض الصالحين والأنبياء لم يكن غنيا ماليا لكن كان غنيا باحترام الناس وبالطمأنينة في القلب التي كانت موجودة والإنسان حتى يستقيم عليه أن يكون محاطا بالبيئة الصالحة وبالأصدقاء الصالحين حتى يعينوه على هذا الخير كودوا مع الصادقين جميل